السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتابع معكم من مدارة سيبة الله لمادة العلوم للصف الثامن تكلمنا أعزائي الطلبات في الحصة الماضية عن توصيل المقاومات وحكينا أن المقاومات يتم توصيلها إما على التوالي وإما على التوازي الآن يتم التوصيل ما معنى توازي؟ تكلمنا عن التوالي وعرفنا معنى التوالي أن كل مقاومة متتالية للمقاومة التي تليها هنا في التوصيل على التوازي يتم توصيل بحيث تكون المقاومة الأولى موازي المقاومة الثانية ننظر للشكل أنا عندي هون ميم واحد وميم اثنين وميم ثلاث نلاحظ أن هنا أن ميم واحد موازي لميم اثنين أيضا ميم اثنين موازي لميم ثلاث فهنا نوع التوصيل كان توصيل على التوازي من الأهم الأمثلة اللي إحنا بنتكلم عنها في التواصيل على التوازي إحنا عنا في البيت توصيل مصابيحنا في المنزل إحنا كل عنا بحيث كل غرفة فلنلاحظ أن توصيل مصابيحنا في المنزل بتكون على التوازي بحيث لكل مصباح يوجد له مفتاح يتم التحكم في إطفاء وأغلاقه دون أن تنطفئ باقي المصابيح الأخرى نفرض أن هذه المقاومات كانت مصابية فلو حدث هنا وانقطع هنا كان في مفتاح وفتحت هذا المفتاح للمصباح لم يضيء هذا المصباح لكن هنا التيار مازال مستمر فدلالة التوصيل على التوازي أن لكل مصباح يمكن التحكم به دون أن تنطفئ باقي المصابيح الأخرى أيضا من خصاص التوصيل على التوازي فرق الجهد نفسه في كل المقاومات نفرض أنه أنا عندي هذه الدارة الكهربائية هذه الدارة الكهربائية التيار يخرج من القطب الموجب ويسري ووجد نقطة التفرع إحنا قلنا المقاومة الأولى والمقاومة الثانية متوازيات لأنها موازيات لبعضهم البعض فالتيار عندما وصل له تفرع نقطة الثانية أنه التيار تجزى عند كل مقاومة بالتالي هنا التيار قيمته له قيمة وهون له قيمة وهون له قيمة لكن لما يرجع يخرج مرة أخرى من المقاومات الموصولة على التوازي يرجع يعقل نفس القراءة هذه قراءة الأميتر أربعة مثلا لو كانت هنا قراءة الأميتر قراءته مثلا عشرة فالعشرة تتجزى على المقاومة الأولى والثانية والثالثة وهي A1 وA2 وA3 ثم يخرج مجمع نفسه بيعطي قراءة برضه هنا عشرة فإذا دخل بعشرة رح يخرج بعشرة لكن داخل المقاومات هنا على التوازي رح يتجزأ التيار في كل مقاومة فبنحكي التيار الكل يساوي التيار قراءة الأميتر 1 زائد قراءة الأميتر 2 زائد قراءة الأميتر 3 ولو كان عندنا أربعة خمسة نفس المبدأ النقطة الأولى فرق الجهد نفسه لنحن لو كان عندنا جهاز فولت ميتر بين طرفي المقاومة فهنا نسميه الفرق الجهد الكلي الفرق اللي حنلاحظ أن الجهد بين طرفي البطارية نفس الجهد عند المقاومة الأولى نفس الجهد عند المقاومة الثانية وبرضو نفس الجهد عند المقاومة الثالثة فنحكي القراض الفولتاميتر الكلية تساوي V1 برضو تساوي V2 وتساوي V3 الآن نحسب كيف يمكن إيجاد المقاومة المكافئة على التوازي إحنا بنخلي الرسمة أمامنا هنا إحنا حكينا نقطة مهمة حكينا أن التوصيل على التوازي التيار يتجزى فنحكي التيار الكلي يساوي 1 زائد 3 2 زائد 3 قيمة التيار الكلي ماذا تساوي تساوي الجهد الكلي على المقاومة الكلية طيب التيار واحد في المقاومة الأولى الجهد اللي بيمر فيها على قيمتها التيار 2 ماذا يساوي هنا قراءة الأميتر 2 الجهد 2 على المقاومة 2 الأميتر 3 ماذا يساوي الجهد 3 على المقاومة 3 لكن إحنا شو حكينا قبل قليل قرار حكينا أن فرق الجهد متساوي فإذا شو عمنا لغينا جميع فروقات الجهد فأصبح قراءة 1 على ميم هلأ بنسميها ميم الكلية ميم المكافئة لأنها تكافئ قراءة المقاومات جميحا وتساوي 1 على ميم 1 زائد 1 على ميم 2 زائد 1 على ميم 3 فهنا أوجدنا قراءة قانون لإيجاد المقاومة المكافئة في التوصيل على التوازي الآن أكيد للتوصيل على التوازي يوجد عدة فوائد ما هي فوائد التوصيل على التوازي احنا حكينا لكل مصباح يوجد مفتاح خاص به فاذا حدث اي خلل او نقربها قليلا ان لكل مصباح يوجد سلك خاص به فاذا حدث خلل في هذا المصباح الآن التيار في التوازي كما لاحظنا في الرسم السابقة التيار اذا وصل لهنا بيتجزة فبيعطي قراءة التيار هون وتيار هون فالتيار حدث خلل هنا بيكمل لا يكمل لانه قطع لكن التيار اللي هون وتيار اللي هون بيكمل وهو بضيء المصابيح لو كان هون في مصابيح فبالتالي التوصيل على التوازي اذا حدث اي خلل او اي تلف في احد المصابيح تبقى بقية المصابيح تعمل دون اي ضر هلأ انا لما اوجدت المقاومة المكافئة حسب القانون اوجدنا واثبتنا كيف اوجدنا الآن لما بنا نحسب المقاومة المكافئة رح نلاحظ ان قيمتها صغيرة وهي اصغر من اصغر قيمة من قيمة المصابيح المقاومات الموجودة في الدارة لو فرضنا بس على هذا الرسم البسيط اخدنا مقاومتين موصولات على التوازي كما نلاحظ قراءة المقاومة الاولى هي نفرض انها ميم واحد وهنا ميم اذنين فمنحسب واحد على ميم المكافئة حتى نثبت ان قيمة المقاومة المكافئة قليلة اصغر من اصغر مقاومة موجودة هنا وتساوية واحد على ميم واحد زائد واحد على ميم اثنين كم ميم واحد اثنين كم ميم اثنين برضو اثنين المقامات موحدة لا ننسى يا صبايا وشباب ان هنا واحد على ميم المكافئة وليس ميم المكافئة لوحدها فالمقامات موحدة اصبحت اثنين على اثنين وتساوي واحد الان واحد على ميم المكافئة تساوي واحد هل بحاجة لقلبها ممكن نضح على واحد تصبح ميم فهي المكافئة هي ضرب واحد وتساوي واحد فوجدنا قيمة المقاومة المكافئة على التوازي نلاحظ أن الواحد أصغر من من أصغر من أي مقاومة وجودة في التوصيل على التوازي فقيمة المقاومة المكافئة على التوازي سنجدها صغيرة كقيمة صغيرة بالتالي ما تكون مقاومة في التوصيل على التوازي صغيرة ماذا تسمح؟ تسمح للتيار بمرور بكمية أكبر كمية الشحنة المرور بكمية أكبر فبنلاحظ أن المصابيح الموصولة على التوازي تكون أشد وأقوى إضاءة من المصابيح الموصولة على التوالي فاستنتجنا هنا أن المقاومة المكافئة تكون قيمتها قليلة فحسب ميم العلاقة ميم تساوي الجهد على التيار نجد أن كلما كانت المقاومة صغيرة يكون التيار أكبر فالتوصيل على التوازي يسمح بمرور تيار أكبر بالتالي إضاءة المصابيح أكثر إضاءة من التوصيل على التوازي الآن بس حتى بس نأكد الفكرة في التوصيل على التوازي نفرض أنه هنا أنا كان عندي حنفية رئيسية وضعت فيها بربيش واحد وبربيش اثنين واثنين فتحت عليهم الماء فالماء يسير في هذا البربيش ويسير في هذا البربيش أيضا فإذا حدث أي خلل في هذا البربيش هل يؤثر على هذا البربيش الآخر لا هو نفس الموضوع التوصيل على التوازي فبالتالي لكل مصباح تيار خاص به يمر دون أن يؤثر على باقي المصابيح في التوصيل على التوازي اكمل طلاب نصف ثامن في أمثلة خارجية حتى نميز التوصيل الأجمع بين التوصيل على التوازي والتوصيل على التوازي معا في نفس الدار الكهربائي ننظر للدار الكهربائي الآتية هذا التيار يخرج من هنا يصل إلى هنا نقطة التفرع مجرد ما وصل نقطة التفرع في التيار هنا يتجزأ يتجزأ لهذا المصابيح ولهذه المصيب أو لهذه المقاومات وهنا المقاومات فنلاحظ أنه لما وصل للمقاومات اللي هون وجد المقاومة الأولى ثم وجد مقاومة أخرى وهنا التوصيل ما نوعه؟ التوصيل هنا توصيل على توالي بكتب أعلى حتى ما أنسى فدغري بوجد مقاومة المكافئة بوجد أميم المكافئة هنا شو نوع التوصيل كان؟ توالي فبحكي واحد زائد اثنين الجواب ثلاثة خلصنا من هذه المقاومة في التوصيل على مقاومتين في توصيل على توالي فأعيد رسم الرسمة بطريقة مبسطة حتى نجمع الأمور مع بعض هذه المقاومتين واحد واثنين شو صار ما كانهم؟ ثلاثة أوه نكمل باقي الرسمة كما كانت مرسومة وموجودة سابقا وهذا هو البطارية الآن مرة أخرى وسط التيار هنا تفرع وجدنا الآن شو مقاومتين على التوازي فنجد ميم المكافئة طبعا واحد على ميم المكافئة تساوي واحد اللي هنا واحد على ثلاث زائد واحد على المقامات موحدة فتصير اثنين على ثلاث لكن هنا واحد على ميم المكافئة طبعا أنا ما بدي واحد على ميم كشو بدنا نجد ميم المكافئة شو بنعمل بنضرب ضرب تبادلي حتى نوجد ميم المكافئة مضروبة في اثنين وتساوي واحد في ثلاث ثلاث أنا بدي ميم المكافئة على اثنين على اثنين أصبحت ميم المكافئة تساوي ثلاث على اثنين هي واحد ونص شو الوحدة؟ أوم بوحدة الأوم قبل في المثال الثاني بدأنا المدر الكهربائية التالية هذه البطارية حواليها جهاز بولتاميتر وهنا جهاز الأميتر وهنا مقاومة نلاحظ الآن التيار خرج بهذا الاتجاه طبعا هم أعطيني بالفرع الثاني قراءة الأميتر تساوي عشرة أمبير عشرة أمبير الآن وصل التيار هنا الآن ماذا وجد؟ وجد نقطة تفرع بالتالي تفرع جزء إلى هذه المقاومة وجزء إلى هذه المقام فالتالي هنا التوصيل هنا ما نوعه إذن بحط عليهم دائرة وبحكي هنا توصيل توازيف عشرة أمبير 1 على ميم المكافئة دوري بوجدها 1 على 1 زائد 1 على 2 بضرب هنا في 2 وبضرب هنا في 3 الآن 2 على 2 زائد 1 على 2 الجواب 3 على 2 بس أنا ما بدي بدي 1 على ميم المكافئة وما ننسى ننزلها دولي بضرب ضرب تبادري تصبح 1 في 2 وتساوي 100 المكافئة نضروبها في من؟ مضروبة في 3 طب أنا أريد 100 المكافئة على 2 على 2 أصبحت ميم المكافئة لهذه المقاومتين تساوي 1 على 3 على 3 أصفنا فتصبح 2 على 3 المقاومة بوحدة الأم فأوجدناها بمقاومة المكافئة على التوازي الآن حتى ماء برضو يصير عندي مخربطة فبرش تم دارة صغيرة بسريعا هاي الأميتر هون موجود ما زال درهم هون بدأنا دول مقاومتين شو صف عندي مقاومة وحدة قيمتها 2 على 3 أوم نقمل باقي الدارة الكهربائية كما في الشكل هنا وهنا آخر إشي 5 أوم الآن طلابنا أنا فار عندي هاي المقاومة مقاومة مقاومة ماذا نوع توصيل هنا؟ توصيل على التوازي فشو بنعم عفر على التوالي؟ الآن مقاومة مكافئة على التوالي شو بتساوي؟ المكافئة تجمع 2 على 3 زائد 3 زائد 5 الآن حتى يتم عملية الجميع بحضة على البسط بوحد المقامات بضرب هنا في 3 بضرب هنا في 3 وهون برضو في 3 وبضرب هنا في 3 الآن أصبح 2 زائد 3 في 3 9 زائد 5 في 3 15 والمقام كله 3 وتساوي ميم المكافئة والآن نجمع 2 و 9 و 15 26 على 3 هنا احتلنا الميم المكافئة في هذه الدارة وقيمة المقاومة المكافئة بوحدة الأوم فوجدنا المقاومة الكافرة يعني جيم ماذا تساوي؟ جيم تساوي المقاومة المكافئة ضرب عفواً المقاومة المكافئة في التيار الموجود عندي بالشكل المقاومة المكافئة 26 على 3 نضربها في قيمة التيار 10 وتساوي 260 على 3 ممكن نبسطها بهذا قراءة الجهود بوحدة الفولت اشتركوا في القناة